القيارة التي يقطنها مائة وخمسون الف نسمة تنهض مجددا من تحت الركام وبدأت عجلة الحياة فيها بالدوران رويدا رويدا تزامنا مع عودة المئات من الاسر النازحة قتامة المرحلة التي مرت بها البلدة العائمة على بحر من الذهب الاسود تحت سيطرة داعش شوهت كما يقول السكان المحليون الكثير من البديهيات في حياتهم اليومية وقضت على معظم مصادر رزقهم أنا أستقاعد أشتغل عمالي الوضع المادي أجبرني أنا مدرس معلم جامعي أداهم هنا الثانوية مالتنا موجودة والطلاب مالي كلهم هذوي الكادري اللي يشتغل معي كلهم طلاب بساتس عدادي كلهم يشتغلون معي اليوم صار لسنة وأربع تشهر تحضل داعش لحد الآن ما استلم نراتي الحركة التجارية في سوق البلدة بدأت تنشط مع وصول الإمدادات الغذائية من بقية المحافظات والله حاليا زينة بس مو مثل ما كانت قبل الاحتلال إنما هالساعة زينة حركة زينة وكل شيء موجود يعني كل شيء متوفر صح أسعار نوبات متضاربة غالية ورخيصة بس زينة زين يعني تغريبا زينة بيد أن سحب الدخان الأسود المتواصل التي تغطي سماء البلدة منذ أسابيع تنغص على السكان حياتهم أهم شيء الحرائق عندنا هذه أذتنا هذه داعش ثاني صارت نطالب أعادتها المستشفى المستشفى هم محرقات دوعش قبل لا يروحون نحن نعاني من هذه الشغلات يعني أريد واحد يكمل مستشفى تعيد الحياة الطبيعية العلاج الضرري الدمار الذي لحق بالقيارة يتطلب أموالا طائلة لإزالة آثاره التي قد تبقى محفورة في ذاكرة أهلها لفترة طويلة سكان القيارة يقولون إنهم تلقوا درسا مريرا من حكم داعش لبلدتهم طوال العامين الماضيين مؤكدين بأن جهودهم ستكرس في المرحلة المقبلة لعمليات الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها هو عزيز سكاي نيوز عربية بلدة القيارة محافظة نينوى